اشتركوا في القناة لماذا؟ هل لأنها مباراة مصيرية في طريق منتخبنا نحو المونديال؟ بالطبع لا لأن ما زال أمام منتخبنا 12 نقطة هل لأن المنتخب المصري كان في حاجة ماسة إلى الفوز؟ جائز ولكن هناك أسباب أخرى أراها منطقية أولها لأن هذه المباراة أكدت أن شعب مصر مؤمن كله بأن مصر فوق الجميع الفوز كان ضروريا لأننا في حاجة إلى حالة انتصار مصر ومساندة حقيقية من الجماهير في المدرجات تلك الجماهير هي الشعب الشعب كله سواء فئة المدرجات أو فئة المقاهي أو المنازل كل شعب مصر كان رجلاً واحداً خلفاً على مصر واسم مصر في ملعب برج العرب هل كانت الفرحة أكبر لأن مدرج غاناً كان إسرائيلياً؟ ممكن لأن شعب مصر ما زال يرفض الكيان الصهيوني حتى الآن حباً في وطنياته وقومياته وعروباته التي لم ولن تتغير هل الفوز كان ضرورياً في هذا الوقت بالزاد بعد أكذوبة 11-11؟ نعم هذا هو السر الحقيقي لفرحة مصر وأبناء مصر لأنها أكدت من جديد أن مصر فوق الجميع أهلاً وسهلاً مرحباً أهلاً بكم نعم في قناتكم قناة مصر الزراعية وبرنامجكم برنامج سنابل الخير نحن اليوم في مدرسة الوطنية نحن اليوم في مدرسة الحرية نحن اليوم في مدرسة دار التحرير للطبع والنشر المؤسسة الصحفية الكبرى مؤسسة السورة المؤسسة التي جمعت في طياتها وبين جوانحها كبار الصحفيين وكبار المفكرين منارة العلم ومنارة الحق المؤسسة التي دافعت وما زالت تدافع عن الحريات المؤسسة التي ساندت الحق ووقفت مع الفقير ووقفت مع جميع فئات الشعب ووقفت مع جميع فئات الشعب بلا تمييز ولا تمييز الفقير والغني والكبير والصغير في هذه المؤسسة سواء هذه المؤسسة التي ترأس رئيس مجلس إدارتها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم مصر والذي ما زال ترخيص جريدة الجمهورية باسمه دمعت بين كوادرها من ضمن قواد السورة الرئيس أنور السادات رحمه الله وخالد محي الدين وأيضا من الكتاب الكبار طاح سين